تعالوا نضبطوا إياكم أحلى مصالة دياي ومات أحلى غير بعيش الوالي تابع الطريقة وفي البداية زيت والطبخة الهندية ما تكمل غير بورق الكاري وبعدها نزل البصل وحمس والثوم الزنجبيل شيئ أساسي وبعدها نزل قطع الدياي وحمسهم مع الحمسة أضيف البهارات المشكلة وعلوم البهارات بكتمهلكم أسفل الفيديو ونزل الفلفل الأخضر والفلفل الرومي اختياري ونبغي تزيدها حلاة وضيفلها الروم ونزل الماء يسكر عليه لمدة نص ساعة وتكون جاهزة وأكيد عيش الوالي دائما يتربع الجلسة وضيف البهارات الصحيحة والفلفل الأخضر ورشة خفيفة من الملح وما دام البركان ثاني نزل حبة العيش وحبة الوالي مضمونة وبعد ما جهزت معانا المصالة رشها من الكزبرة وتكون جاهزة وهذا الشكل النهاي وانقطع علينا البث من أبو هناد وكان يقولكم ولا غلطة جربوها ودعو لي تعالوا ندلعكم بأحلى دياي بالعدس والطعم يوديك للهند تابع الطريقة وفي البداية نزل البهارات الصحيحة ويتبعها بورق الكارابيتة أو ورق الكاري واحمسها لحد ما تطلع الريحة وعلى طول نزل الفصل والأكل الهندي ما ينفع من دون ثوم زنجبيل وشوي من فلفل الرومي والفلفل الأخضر وشرح لك صدر دياي ومطر عليها من العدس المغسود والطبخة ما تحلى غير ببهارات البركة وأهم شي ما تنسى الملح تقليبهم تقليبة خفيفة ونزل عليهم الماء الحار وبعد مرور نص ساعة رشة من الكزبرة وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها ودعو لي تستحق التجربة والطعم ما خبرك عنها يوصلك للهند